اشتركوا في القناة عند الطحالب والآن مع الجزء الثالث من نفس النشاط الأول اقترحنا عليكم في الفيديوهات السابقة دراسة بعض خاصية الطحالب كمحور أول وخصنا لي فيديو خاص به ثم الفيديو الثاني شونا فيه البنية التوالدية عند الطحالب الآن الفيديو الثالثة سوف نرى فيها كيفية إنتاج أمشاج لدى الطحالب إنتاج أمشاج الذكريا ثم إنتاج أمشاج أنتوية على اعتبار أنه في الفيديو اللاحقة نشوف رابعا الإخصاب وتطور الجنين ثم ننهي بدراسة دورة نمو الطحالب من بعد ما شفنا الجهازين التوالديين الذكري والأنتوي عند تحلب الفوقس الحويصلي فالآن سوف نرى المحور الثالث في هذا الفيديو والذي نخصصه لكيفية إنتاج الأمشاج لدى الطحالب على اعتبار أننا نتحدث عن توالد جنسي وعن أمشاج إذن هناك نوعين من الأمشاج إنتاج أمشاج الذكريا لنشوفه الآن وبعد هذا سوف نرى إنتاج أمشاج الأنتوية إذن قلنا أن الجهاز التوالدي الذكريا هو ممثل بالمئباريات التي تتوفر داخلها الخلايا الأصلية للأمشاج الذكريا والمئباريات يمحمولة من طرف هذا الزغب لهذا نسميه بزغب خصيب فاغتل بمعنى أنه منتج للأمشاج الذكريا أو على الأقل أنه يحمل البنيات المسؤولة عن إنتاج أمشاج الذكريا إذن داخل المئبارية قلنا أنه تتوفر الخلية الأم للأمشاج الذكريا والتي صيغة الصبغية تنائية ثم الذي سيحدث هو أن هذه الخلية الأم سوف تتعرض لأول انقسام لو انقسام منصف تعطي بموجبه خليتين بنتين وحادية الصيغة الصبغية وكل خلية بنت من هذه الخلية البنتين تتعرض لانقسام جديد نسمي انقسام تعادلي وفي الأخير نحصل على أربع خلايا بنات وهي وحادية الصيغة الصبغية وموجودة داخلها هذه البنية البيضوية التي نسميها المئبرية الانقسام المنصف والانقسام تعادلي بججبهم اللي جمعناهم ماذا يعطون كعطينا ما نسميه الانقسام الاختزال الذي يحدث بعد الحصول على هذه البنية اللي فيها أربع خلايا أحادية الصيغة الصيغة وهي تعرضها للانقسامات غير مباشرة واللحة العدد هو أربع انقسامات غير مباشرة فرادركم إذا عرضنا هذه الأربع دي الخلايا الأحادية الصيغة الصيغة لأربع انقسامات غير مباشرة ومتتالية شحر يكون عندنا المجموع دي الخلايا الناتجة في الأخير 64 خلية في الوسط الخارجي اللي هو الماء بعد انفجار المئبارية اللي عندنا وهذه الحويات المئبارية سوف تخرج عبر فتحة الحافظة الجنسية الذكرية التي تجمع الأجهزة الذكرية ثم أن هذه الحويات المئبارية أو الأمشاج الذكرية عندها خاصية مهمة جدا وهي قدرتها على الحركة وذلك بفعل توفرها على الأصوات الآن نجي إلى الصياغ الصيبغية بنسبة للخلية الأم للأمشاج الذكرية صيغاته الصيبغية قلنا يجب أن تكون تنائية بعد الانقسام المنصف تكون عندنا الصيغة الصيبغية أحادية تستمر في الانقسام التعادلي تستمر أيضا عند جميع الخلايا 64 المنتج عبر الانقسامات غير مباشرة لأن الانقسام غير مباشر يجب أن يحافظ على عدد الصيبغيات وبالتالي على الصيغة الصيبغية التي يجب أن تبقى دائماً أحادية وهي نفس الصيغة الصيبغية التي ستبقى علىaratنا على مستوى الحيوانات المنوية أو الحوييات المئبرية من بعد أن تنشفتzub ناء كيفية إنتاج أمشاج الذكريا الآن سنرى كيفية إنتاج الأمشاج الذكريا إذن إنتاج أمشاج أنتوية سيتم على مستوى النمية حيث تستواجد الخلية الأم للأمشاج أنتوية الصيغة الصيبغية كيف؟ إلا فكرنا بشكل جيد مدام أنها خلية أم إذن يجب أن تكون تنائية الصغة الصبغية هذه الخلية الأم بالأمشاج أنتوي قلنا أنها موجودة داخل النمية اللي سميناها الجهاز السناسولي الأنتوي عند هذا التحلم ما الذي يحدث للخلية الأصلية للأمشاج أنتوي أو الخلية الأم بالأمشاج أنتوي مدام أن صغتها الصبغية تنائية والأمشاج أحادية صغة الصبغية إذن سوف تتعرضوا لانقسام أول تعطي بموجبه خليتين نسمي انقسام منصف كل خلية تتعرض لانقسام تاني تعطي أيضا بموجبه خليتين بنتين نسمي انقسام تعادلي فنحصل في النهاية على أربع خلايا ما هي صغتها الصبغية لفكرت جيدا الانقسام المنصف والانقسام تعادلي كعتمنا ما نسمي انقسام اختزالي والانقسام اختزالي كعتنا دائما خلايا وحادية صغة الصبغية هذه الخلايا وحادية الصغة الصبغية تتعرض لانقسام غير مباشر واحد ستعطي تمان خلايا هذه تمان خلايا ستكون وحادية الصغة الصبغية ثم انها سوف تغادر النمية بعد انفجارها في اتجاه الوسط الخارجي وذلك عبر فتحة الحافظة الجنسية الانتوية الخلايا الناتجة هي عبارة عن بيضات غير ملقحة بمعنى هي الأمشاج الانتوية الفعلية وهذه الأمشاج الانتوية لاحظوا فإنها لا تتوفر على أي آلية للحركة كم هو العدد الإجمالي للبيضات التي تم إنتاجها وطرحها خارجيا هو تمان بيضات ما هي صيغتها الصبغية يجب أن تكون أحادية بطبيعة الحال إذن البيضات الناتجة سوف تطرح نحو الوسط الخارجي اللي هو الماء كما قلنا عبر فتحة الحافظة الجنسية الانتوية من خاصيات هذه البيضات غير ملقحة هي أنها أمشاج انتوية بطبيعة الحال غير قادرة على الحركة لماذا؟ لأنها لا تتوفر على أي وسيلة حركة مشيف حل الأمشاج الدكري اللي عندها الأصوات الآن نجي للصيغة الصبغية الخلية الأصلية تنائية الصيغة الصبغية بعد الانقسام منصف ما هي الصيغة الصبغية لهذه الخلايا؟ طبيعي أن تكونها أحادية تستمر أحادية بعد انقسام تعدلي ثم في النهاية نحصل على بويضات غير مخصبة أو غير ملقحة اللي هي دائما وحادية الصيغة الصبغية بعد انتاج كل من الأمشاج الدكريا والأمشاج انتوية طبيعي أن تكون المرحلة الموالية هي الإخصاب وبعد الإخصاب هناك تكويل للجنين ثم يتطور الجنين فيما بعد إذن لدينا في البداية المئباريات المحمولة من طرف الزغب الخاصي ثم النميات التي يحيط بها الزغب العقيم يعطي الاثنان معا الأمشاج الذكرية ممتلة بالحييات المئبارية أو الحيوانات المنوية ثم الأمشاج انتوية اللي هي عبارة عن بويضات غير ملقحة شهر العدد للحييات المئبارية قلنا هو 64 انطلاقة من كل مئبارية هناك إبقالنا الإمكانيات للالتقاء هذه الحييات المئبارية مع البويضات البويضات قلنا أنها ليست لديها وسيلة حركة ومنسوش أيضا أن الكل يتم طرحه داخل الماء إذن هذا كترحينا تساؤل كبير كيف ستلتقي الأمشاج الذكرية والأنتوية فالأمشاج انتوية رغم أنها ليست لديها أصوات إلا أنه بفعل كتافتها تنزل البويضات غير ملقحة نحو القعر هذا من جهة قد عندنا الحيوانات المنوية إلا حظتوا هذه الحيوانات المنوية أو الحييات المئبارية عندها أصوات لكن رغم توفر على أصوات فيمكن أن تنتقي إلى أماكن أخرى غير الموقع الذي ترسبت على سطحه البويضات غير ملقحة لكن عدنا إمكانية أخرى ووسائل أخرى تمكن الالتقاء بين الحييات المئبارية والبويضات غير ملقحة وهي خصائص هذه الحييات المئبارية من أهمها قدرته على الحركة ثم نفوره من الضوء وبالتالي فحركة الأصوات ستكون في اتجاه القعر وتحمل بالتالي الحييات المئبارية نحو موقع تواجد البويضات إضافة إلى هذا فإن البويضات تطرح مواد كيميائية تجذب نحوها الحييات المئبارية وهذا يمكن من التقاء الحييات المئبارية بالبويضات غير ملقحة أو غير مخصبة وبالتالي سنجد بأن هناك مجموعة من الحييات المئبارية التي سوف تصل إلى نفس البويضة لكن عدنا شرط أساس أنه لا يمكن أن تخصب كل بويضة إلا بحيي مئباري واحد وبالتالي يجب أننا نطبق هذا الشرط وإلا ستكون نتيجة غير قابلة للحياة والهدف بمجرد دخول حيي مئباري واحد أو بالضبط نواة حيي مئباري واحد إلى داخل البويضة غير ملقحة فيحصل الإخصاب وتشكل البيضة المخصبة الآن في محيطها غلافا جديدا أو جدارا جديدا يمنع دخول أي حيي مئباري جديد فتكون البيضة كما قلنا جدارا خارجيا دوره هو مدى منع دخول أي حيي مئباري جديد وبالتالي بش تكون عندنا الصيغة الصبغية دل هذه الخلية البيضة هي 2N لأن الحيوى المنوي أو الحيي مئباري صيغة N والبويضة غير ملقحة صيغة الصبغية أيضا N بعد تشكيل البيضة وبعد عملية الإخصاب التي أنتجت هذه البيضة فالذي سيحصل هو انقسامات غير مباشرة متتالية تعطي الجنين وبالتالي جميع خلايا هي 2N ويتطور الجنين كما قلنا عبر انقسامات غير مباشرة متتالية فيعطي الفوقص الحويصلي بنفس الآلية ثم يتطور فوقص الحويصلي الفتي إلى فوقص ناضج دائما العملية لانقسامات غير مباشرة متتالية وبالتالي تكون جميع خلايا الفوقص الناضج هي 2N وبهذا كنكون أنهينا الجزء الثالث من النشاط الأول وليش فينا فيه انتاج أمشاج الذكري والأنتوية والتقاء هذه الأمشاج أي الإخصاب ثم تطور الجنين الناتج عن عملية الإخصاب في الفيديو المقبلة سنحاول أن نلخص كل هذه المعطيات المتعلقة بحياة الكائل حيما سميناها دورة الحياة أو دورة نمو هذا التحلم في انتدار لقاء بكم في الفيديو المقبلة نشكر تتبعكم وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر